الدعم الإماراتي أنقذ الاقتصاد المصري من الانهيار هذا باختصار ما يؤكد عليه مسؤولون مصريون وخبراء اقتصاد رغم أن المساعدات الإماراتية ليست وحيدة بل تتوكب مع مساعدات سعودية وكويتية ودولية وإن كان ما قدمته وتقدمه الإمارات أكبر حجما وأكثر زخما ومتابعة على الأرض فمنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي وصل مجموع المساعدات المباشرة من قبل حكومة الإمارات لمصر إلى نحو 7 مليارات ونصف المليار دولار وذلك بعد اعتماد حزمة مساعدات مطلع العام الجاري بقيمة مليارين ونصف المليار دولار أضيفت إلى مساعدات سابقة بلغت في النصف الثاني من عام 2013 نحو 5 مليارات دولار كل هذه المساعدات من الإمارات تأتي ضمن خطة شاملة ومتكاملة قائمة على دراسات مشتركة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام مع التركيز طبعا على إنجاز المشروعات التنموية المتفق عليها بين البلدين أما هذه المشروعات الخدمية والتنموية فعددها اليوم 18 مشروعا يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 8 ملايين مصري ومن المنتظر أن يتم إنجازها ضمن الجدول الزمني المقرر أواخر العام الجاري أو منتصف عام 2015 بحد نقص الجانب الإماراتي يسعى إلى تنفيذ هذه المشروعات وإلى إرساء نموذج جديد في تقديم المساعدات يقوم على متابعة التنفيذ عن كثب والتعاون الفعلي على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ولذلك نجد أن هذه المشروعات التي ذكرناها تركز قبل كل شيء على القطاعات الحيوية التي تحقق النفع والفائد المباشرة للمواطن المصري من هذه القطاعات الأمن الغذائي وذلك من خلال بناء صوامع لتخزين مليون وخمسمائة طن من القمح والحبوب الإسكان من خلال مشروع بناء خمسين ألف وحدة سكنية منها ثلاثة عشر ألف وحدة سكنية في مدينة ستة أكتوبر حيث وصلت نسبة الإنجاز هناك إلى نحو تسعين في المئة وهذا غير مرتبط بمشروع بناء مليون وحدة سكنية بقيمة أربعين مليار دولار والذي تعقدت عليه شركة أربتك الإماراتية كأحدى مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات الرغبة في دعم مسيرة النهوض بالاقتصاد المصرية من القطاعات أيضا الرعاية الصحية وذلك من خلال العيادات وخطوط إنتاج أمصال الإنسولين وتطعيم مشاريع أيضا في قطاع التعليم من خلال بناء مئة مدرسة موزعة على ثماني عشرة محافظة مصرية وبقيمة تزيد على 71 مليون دولار إضافة إلى العديد من المشروعات الحيوية الأخرى ومنها على سبيل المثال تطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات العاجلة من الطاقة والسلع الغذائية إضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة ومؤخرا تم الإعلان عن بدء العمل ببرنامج تأهيل وتدريب العمالة المصرية ويهدف البرنامج الإماراتي المصري إلى تدريب مئة ألف شاب وفتاة للعمل وتوفير مئة ألف فرصة عمل سنويا إذن مشروعات طموحة ومساعدات ضخمة والأهم أنها تعطي إشارات واضحة على الثقة بقدرة الاقتصاد المصري على النهود كما أنها تعزز الثقة ببيئة الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية